مصر بتتكلم إيه؟ بتتكلم حرفي خلوني أرحب مرة تانية بضيف العزيز أسر شادي سالم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات وكنا بيتكلم على خطوات يعني أو قفزات طب إحنا هنطير إيه تاني بتفكروا فيه في ديارنا؟ إحنا كمان في ديارنا السنة دي مع الوزيرة أطلقت حاجة اسمها كارت حرفي حال كارت حرفي ده كارت يعني منتج منتج بانكي بس ما بيقدمش خدمات بنكية بس بيقدم خدمات بنكية مالية عن طريق الزراع المالي لوزارة التضامن اللي هو متمثل في بنك ناصر اللي هو يعني إقراض متناهي الصغر للصغر المصنعين ولكن إحنا قبل ما بنطلع كارت حرفي ده بنعمل إيه؟ بنجيبه وفق النقاعد البيانات اللي إحنا عندنا في وزارة تضامن بنعمل لهم تدريب شامل وده ضمن الشمول المالي وإزاي يفتح حساب بنكي تجاري إزاي يبقى عنده يقدر يشوف القنوات المختلفة للتأمين عليه سواء التأمين اجتماعي وتأمين صحي إحنا برضو إحنا في المعرة كان معنا رئيسة هذه الصناعات قالك كارت حرفي ده حيبقى يقدر ياخد مزايا في المواد الخام وأسعار تفضلية عن أسعار السوق العادية حلو فكارت حرفي ده بداية لدعم صناع الحرفي اللي دوية في مصر من خلال تقديم سواء جزء خاص بالتوعية إزاي سواء كايبين مدخصين في القطاع المصرفي إزاي يقدر يعمل دراس الجدوى إزاي يحسب مصاريفه تكاليف الخامات تكاليف الأيد العاملة اللي معاه بحيث إنه هو يبقى بندعمه بشكل دعم فني ودعم مالي في نفس الوقت عشان يقدر لما يقدر يصادم كارت حرفي أو يقدر زي ما حرجه تقول يبتدي يفكر في التصدير لازم يبقى يعني إحنا مقويين وجامد على إن إحنا يدخل السوق ده يعني إحنا حطين التصدير بالنسبة لنا هدف آه طبعا مش إن أنا بس بعمل المعرض بتاعتي علشان الناس تيجي وتحضر المعرض وتشتري ده جوة القاهرة أو جوة أي محافظة لأ أنا شايف التصدير ورايح له آه طبعا لإن إحنا فكرة إن تعظيم جودة المنتج المحلي وخروجه للسوق العربي أو السوق العالمي ده يعني هدف كل اللي بيشتعلوا فيه الصناعات الحرف الأدوية والترصية في مصر بيدور علي إحنا كجزارة تضامن عندنا بعض المنافس الخارجية في بعض الدول بناخد العرضين بتاعنا ونشارك في بعض المعرض في البحرين وفي عمان السنة اللي فاتت لأنا أكتر من معرض بحرين وعمان ودبي حيث إنه يبقى فيه زبون للمنتج المصري بيدور علينا كل سنة إن إحنا نروح له نواء إن نديله المنتج اللي غاية عنده يونه ترجمة نانسي قنقر